أما المفهوم الثالث فهو مفهوم العائلة الصحية نحن نقول لماذا تنتظرون حتى تأتيكم الأمراض ولماذا ننتظر حتى يصيبنا المرض خصوصا إذا لدينا قصة عائلية قصة عائلية لتصلب الشرايين أو قصة عائلية مثلا للذبحة الصدرية أو قصة عائلية لسرطان الثالث أو ما شئت من القصص العائلة للأمراض نحن نقول ونوجه هذه العائلة لتضع كافة أنواع المنتجات في طعامها أولا ستجدون طعما لذيذا ونكهة رائعة بإذن الله سبحانه وتعالى وثانيا ستؤمن كمية كبيرة من العناصر الطبيعية الموزونة التي تساعد في بناء وتجدد الخلايا والإكسبريشنز أو الجين الذي تحدثنا عنه ونوقف بإذن الله التعبير عن الجين الذي يؤدي إلى هذا المرض الوراثي الذي يزيد من احتمال إصابتكم بهذا المرض بإذن الله سبحانه وتعالى تابعونا في حلقة أخرى عن مزيد من العناصر والميزاء التي تتميز بها منتجات الغذاء الميزاء فتابعونا وكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة